لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا برحب بيكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات الدقل أم العقل وانوان حلقتنا النهاردة اتهام ابن حجر بتعدد الآلهة عند أهل السنة احنا تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن مقدمة بسيطة عن التوحيد عند الأشعارة وان الاختلاف بين الأشعارة وأهل السنة اختلاف جوهاري في العقيدة بس زي ما بيصوروه بعد غير المتخصصين انه مجرد اختلاف في الاتصفات والأسماء وان التوحيد ده هيكون خليط من الإرجاء والجبرية والقدرية والجهمية واستعرضنا أولا رأي ابن حجر في تفسيره عن التوحيد عند الجهمية والمعتزلة وقال ان الجهمية اختلفوا في تفسير التوحيد وبعد كده راح نقل لنا ان الجهمية التوحيد عندهم انهم بينفوا الصفات حتى نسبوه إلى التعطيل حتى وصلوا ان الله ليس بشيء وقال ان المعتزلة التوحيد عندهم هو نفي الصفات الإلهية لاعتقادهم ان اسمتها يستلزم التشبيه ومن شبه الله بخلقه اشرك وعشان يكونوا موحدين ينفوا الصفات وبعد كده وبكده المعتزلة وفقوا الجهمية هنشوف رأي أهل السنة ايه في المعتزلة اول كتاب هنقرأ منه مجموعة فتاوي بن تامية كتاب الفقه الجهد فصل في الامر بالمعروفة النهي عن المنكر الامر بالمعروفة النهي فرض الكفاية بيقول ايه ويجعل المعتزلة اصول دينهم خمسة اولها التوحيد الذي هو سلب الصفات يعني ايه سلب الصفات هنروح لكتاب شرح العقيدة التحوية عشان يشرح لينا بيقول لنا اصول المعتزلة خمسة وهي اولها التوحيد ويريدون به نفي الصفات ويقولون ان الله اذا اثبتنا له صمعا وبصرا وعلما وحياة وقدرة فما اثبتنا واحدا بل اثبتنا عددا فلا نثبت الا واحدا وقد تكون وقد حتى تكون حتى نكون بذلك موحدين يعني ايه يعني اصل اصول المعتزلة الخمسة التوحيد والتوحيد بالنسبة ليهم هو نفي الصفات يثبت الاسم وينفي الصفة سميع بلا سمع بصير بلا بصر سلب الصفات يعني ينفي الصفات يعني يقولوا ايه قادر بذاته ولم يثبتوا لله القدرة سميع بذاته ولم يثبتوا لله السمع عليم بذاته ولم يثبتوا لله العلم حي بذاته ولم يثبته لله الحياة وبصير بذاته ولم يثبته لله البصر وهكذا علشان هم في اعتقادهم ان لو اثبتوا ان الله سامعا وبصرا وعلما وحياة وقدرة كده بيكون عندهم تعدد من الالهة ونلاحظ ان الاصل الاول عند المعتزلة التوحيد والتوحيد يريدون به نفي الصفات اذا التوحيد عند المعتزلة هو التعطيل اي نفي حقيقة جميع الصفات نفيا تاما وخلينا نشوف الشيخ همد رفعت بيأكد نفس الكلام على الاشاعرة والاشاعرة طبعا نفس كلام المعتزلة كم المتصل يعني ايه نفي كم المتصل قال لك ربنا لا يتكون من ابعاد يعني ايه يعني ما ينفعش ربنا تقول لي يد وصاق وعين والكلام ده كله ما ينفعش ليه عصلي انت لو اثبتت لله يد اسمع بقى لو اثبت لله يد هتثبت لله يد قدرة وسمع وان اثبت لله قدرة وسمع يبقى عملت اليد اله داخل الذات الالهية وان عملت اليد اله يبقى فيه تعد للالها يبقى انت بعض بعض تاني بقول لك احنا ابنين في الكم المتصل وكم المتصل الكم المتصل اللي هو ايه شبك في بعض ان ربنا ما ينفعش بقاله يده ولا علم ولا صعب لازم بتنفيدي ده كله ليه لانك لو اثبتت يده هتثبت لها علم هتثبت لها قدرة ولو اثبتت لها قدرة وعلم اصبحت اله مستقل الله اكبر انت كده عملت اله داخل الايه ازاي يبقى نعمل لقول ايه ان ربنا ما مش صفات شفنا الشيخ عماد رفعت بيقول نفي الكم المتصل اللي معناه ان ربنا لا يتكون من ابعاد ما ينفعش يكون لله يد وعين وسيق لان لو اثبت لله اليد اليد دي هيكون عندها قدرة وعلم وبكده اليد اصبحت اله داخل ذات الالهية وهكذا بقى الصفات كالساق والعين الى اخر تلك الصفات يبقى فهمنا ان الاشعارة وطبعا هم نفس كلام المعتزلة ان هم لو اثبتوا الصفات يبقى كل صفة قائمة بذاتها هتكون اله وكده يكون فيه تعدد اليها طبعا قبل كده اثبتنا ان دي ابن حجر ايه اشعاري وجهمي هنشوف هل ابن حجر وافق الجهمية والمعتزلة في مفهومة عن التوحيد خلينا نشوف ابن حجر بيقول ايه في صحيح بخاري كتاب التوحيد بيقول واما اهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل يعني ايه؟ يعني طبعا ابن حجر بيعتبر مذهب الاشعارة هو مذهب اهل السنة واحنا ردينا على الكلام ده في حلقة رقم 23 كانت بانوان من هم اهل السنة عند ابن حجر وبيقول ان اهل السنة فسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل وطبعا ابن حجر عايز يقول ان الاشعارة لم يبالغوا في نفي التشبيه زي الجهمية اللي في الاخر عطله وان الاشعارة لم يعطله كالمعتزلة لان الجهمية والمعتزلة اهل بدعة زي ما بيقول ابن حجر طيب هنشوف هل ابن حجر كلامه صحيح ولا هو كمان ووقع في نفس بدعة الجهمية والمعتزلة هنقول كلام ابن حجر تاني بيقول ايه واما اهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل وعشان نفهم يعني ايه نفي التشبيه يعني ايه التوحيد نفي التشبيه والتعطيل هنروح لكلام الشيخ البرق وهو هيشرح لنا كلامه يرد على كلام ابن حجر فالشيخ البرق بيقول ايه فاننا في التشبيه تدعيه الجهمية والمعتزلة ويدون به نفي الصفات ويسمون ذلك توحيدا ويثبتون ويسمون إثبات الصفات تشبيها يعني الشيخ البراق بيأكد أن الجهمية والمعتزلة التوحيد عندهم هو نفي الصفات لأن عندهم اللي يثبت الصفات يكون من المشبهة والمفاجأة أن الشيخ البراق بيقول بعد كده وقد شاركهم الأشعارة في هذا المعنى في أكثر الصفات يعني الأشعارة برضو شاركوا الجهمية والمعتزلة في أن التوحيد هو نفي الصفات والشيخ البراق بيقول أنك تنفي التشبيه يعني مش هتشبه الله يعني بتنفي عنه أنه عنده إيد أو وجهة أو صورة أو يد أو عين ده كلام الجهمية والمعتزلة اللي في الآخر قالوا كده علشان ينفي الصفات اللي بيسموه توحيد وشاركهم في كده الأشعارة في نفي أكثر الصفات ودي أثبتناها في الحلقات اللي فاتت إما بالتأويل أو بالتفويد اللي حقيقتهم نفي الصفات يعني ابن حجر ينفي ويعطل زي الجهمية والمعتزلة ويقول أما أهل السنة ففسروا التوحيد بنفي التشبيه والتعطيل وزي ما أثبتنا أن أهل السنة عند ابن حجر هما مين هما الأشعارة هنشوف مرجع تاني من أهل السنة بيشرح لنا حقيقة التوحيد عند الجهمية والمعتزلة والكتاب اسمه شرح الرسالة التدمرية بيقول ثم أن الجهمية من المعتزلة وغيرهم أدرجوا نفي الصفات في مسمى بنقصين التوحيد فصار من قال إن لله علما أو قدرة أو إنه يرى في الآخرة أو إن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقولون إنه مشبه ليس بموحد يعني إيه؟ يعني أي حد ينفي صفات يسمى جهمي إذن ابن حجر إيه؟ وقع في نفس البدعة في تفسير التوحيد يعني التوحيد عند ابن حجر نفي التشبيه والتعطيل وطبعا بإيه؟ بالتأويل والتفويد نفي التشبيه عن الله زي يعني يقول يعني كده يكونوا مش مشبهة أو بنقصين مش من المجسمة اللي بيقولوا إن الله عنده يد حقيقية أو ساق حقيقية وطبعا بالتأويل اللي هو إيه؟ هو نفي إن الله له يد حقيقية وتأويل إن اليد دي القدرة أو الساق برضو ينفي الساق إن الساق حقيقي ويأول إنها الشدة أو إن الشدة والتقفيل طبعا ده شفناه بالتفصيل في 6 حلقات وإن التفويد هو إنه يفوض المعنى وينفي الصفة زي أخدنا مثلا مثلا زي إن الله استوى على العرش يفوض معنى الاستواء على العرش وما يثبتوش الاستواء والكلام ده قاله ابن حجر صراحة عن التوحيد اللي قال إنه توحيد أهل السنة اللي بين قصين أهل السنة بالنسبة لابن حجر هم الأشاعرة يبقى ابن حجر وقع في نفس البدعة اللي وقع فيها المعتزلة والجهمية ودي عادة ابن حجر ينقل لنا كلام المبتدع ويقول إن كلامهم بدعة ويقع في نفس البدعة اللي وقع فيها المعتزلة والجهمية خليني ألخص حلقة النهاردة شفنا مع بعض في حلقة النهاردة إن ابن تيمية اتكلم عن المعتزلة وإن التوحيد عندهم هو سلب الصفات على الله وإن سلب الصفات دي زي ما شرحنا يعني يقولوا الله بصير بلا بصر سميع بلا سم وهكذا لأنهم لو أثبتوا لله الصفات دي هيكون كده فيه تعدد للإلهة وده بيعتبر تعطيل والتعطيل هو في الحقيقة نفي الصفات وابن حجر قال إن أهل السنة اللي طبعا بين كوسين هم الأشعارة نفوا التشبيه والتعطيل يعني الله ما عندوش يد حقيقية إلى آخر تلك الصفات وقالوا بالتأويل والتفويد والشيخ البراق رح قال إن نفي التشبيه والتعطيل بيوافق الجهمية والمعتزلة لأنهم بالتفويد والتأويل نتكتوا برضو نفي الصفات عن الله وابن حجر وقع في نفس بدأة تفسير التوحيد عند الجهمية والمعتزلة وطبعا إحنا أثبتنا إن الجهمية والمعتزلة ما عندهمش أصلا توحيد وطالما ابن حجر ما عندوش توحيد تابعوني الحلقة الجاية علشان نشوف ابن حجر من خلال شرحه بيدعو الإيه ودي المفاجأة اللي هتشوفوها معي الحلقة الجاية وألتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقل يبقى الجن يبقى ولعوبة بين عقل المسا اشتركوا في القناة